اشتركوا في القناة دولة تعرضت للأدى من النظام القطري وايضا من النظام الإيراني لذلك كانت منذ زمن طويل وفي تاريخ طويل المعاناة البحرينية من النظام القطري والإيراني احنا لو رجعنا قليلا لا رأينا كثير من الأدلة وكثير من الشواهد سواء كانت في الثمانيات أو في التسعينات أو في أحداث 2011 لما كان هناك أو كشف عن اتصالات بين رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم وبين علي سلمان وكانه هو الذي يقود هذه الفوضى في البحرين وحتى بدليل أن قناة الجزيرة تابعة لقطر في ذلك اليوم حينما اندلعت الفوضى وقام كثير من المشاهدين وأيضا عملية الشغبة التي تعرض لها المرفع المالي في البحرين هللت واعتبرت أن هذا سقوطا لمملكة البحرين وأن هذه الثورة نجحت هذا الشيء لا يمكن أن يمحى ولا يمكن أن ينسى بأن دولة أو النظام القطري طعن البحرين في كثير من مرات وهذا الأمر ليس يعني هذا مسجل من ضمن سنوات طويلة نحن لا يسأيضا الخلاف الذي كان بين البحرين وبين قطر وأنتجت قطر سلوكا عدوانيا تجاه البحرين وحتى أنها حينما تقدمت لمحكمة العدد الدولي في لاهاي كانت تقدمت بعمل منفرد وكأنها تريد أن تستحل أو تستولي على كل قطر وتريد أن تعمل فوضى أفواً في البحرين وتعمل فوضى في البحرين لذلك وجدت قطر أن إيران أو النظام الإيراني يخدم هذه الأجندة فلذلك عملت على دعم جميع اتصالات الفئات التي نعتبرها إرهابية والتي حاولت زعزعة الأمن في البحرين سواء كان في الثمينات أو أيضا في التسعينات أو في ما بعد في الألفية و2011 تحديدا دعمتهم بجميع الوسائل سواء بدعم مالي أو أيضا بدعم باتصالات أو دعم لوجستي وهذا ما تعلن عنه نعم سيد زيد بالفعل هناك توافق بين النظام القطري والنظام الإيراني في زعزعة أمن المنطقة بشكل عام في اعتقادك كيف يمكن القضاء على هذا المشروع الذي لا يمس فقط أمن ونظام مملكة البحرين بل يمس أمن ووحدة الخليج ككل هذا المشروع سواء تعين المشروع الإيراني ونحن نعرف المشروع الإيراني هو مشروع تخريبي في منطقة العربية ككل ويعمل على زعزعة استقرار الدول العربية ومنطقة الخليج تحديدا لكن نحن نتحدث عن الدور التخريب الذي تقود فيه قطر وبعض الأصوات التي تدعو أن يكون هناك وساطة من قطر كيف يكون هناك وساطة من قطر وهذا النظام يقود لعملية تخريبية وجربة أكثر من مرة يعني وجربة باتفاقيات وجربة أيضا بالتزامات وتعهدات إلا أنهم استمروا هذا الموضوع وأصبحوا جميع هذه الاتفاقيات نقضوها وعملوا على بالعكس بل أنهم زادوا وعملوا على محاولة أو زرع أجندة أخرى لزعزعة وعملية خلخلة الأمن في المنطقة في منطقة الخليج تحديدا والبحرين وأيضا الدول الدول الخليجية الأخرى وأيضا في بعض الدول العربية التي تأذت من النظام القطري ومن المال القطري ومن الدعم القطري لجماعات الإرهابية والمتطرفة التي زعزعت هذا الأمن لذلك أنا أرى أنه لا بد أن يلجم هذا النظام ولا بد أن يكون له عدود ولا بد أن يلتزم بهذه المطالب التي قدمتها الدول الأربعة الثلاثة عشر وأيضا اشترطت فيها أنها يكون فيها مراقبة على هذه البنود حينما توافق أو حينما تلتزم قطر فيها لأنها جربت قطر في أكثر من موضع إلا أنها كانت تنقض هذه الوعود وتنقض جميع المواثير فلذلك هذا النظام لا يمكن الوثوق به أبدا لا بد أن يكون هناك تشديد على هذا النظام حتى لا يعود إلى خططه السابقة للمحاولة الخلق القناقة الموجودة في الدول المجاورة له الدول الخليجية ودول العربية نحن رأينا النظام القطري دور التخريبي في مصر ودور التخريبي في ليبيا وفي السعودية وفي البحرين وفي الإمارات وفي لبنان حتى الدول التي كانت فيها أصوات معتدلة النظام القطري يحول هذه الأصوات أصوات المعتدلة إلى أصوات شعبوية وإلى أصوات أيضا تخريبية هذا العبث الذي تقوده قطر لا بد أن يقف لأن هذا الموضوع يهم جميع دول المنطقة ويؤثر على أمن جميع المنطقة لأنه أصبحت الأصوات المتطرفة أعلى من أصوات المعتدلة بدعم القطر نحن رأينا هذا في لبنان ورأينا هذا في ليبيا من لندن الكاتب الصحفي زيد بن كامي شكرا جزيلا لك نعتذر منك لضيق الوقت شكرا جزيلا لك